تقوياً دائماً كشف النطق الرسمي لمجمع صنالغاز خليل هدنى أن مجمعه حقق رقماً قياسياً بأكثر من 217 مليون أورو خلال سنة 2022 مضيفاً أن صادرات مست الكهرباء ومعدات متطورة مصنعة بالجزائر تعد رقم قياسي بقيمة صادرات يقارب 217 مليون أورو وهذا دائماً يدخل في استراتيجية صونيغاز لكذلك تدخل في استراتيجية الدولة الجزائرية في زيادة معدل الإنتاج أو الإدماج الوطني وكذلك خفض فاطورة الاستيراد وكذلك السماح لصونيغاز بإدخال العملة الصعبة للبلاد من خلال العديد من عمليات وهي ثلاثة الأولى عملية تصدير الكهرباء باعتبار أن صونيغاز رهي حتى الآن تصدر الكهرباء إلى دولة تونس الشقيقة بفوق 500 ميجاوات كذلك فيه دراسة إلى تصدير الكهرباء إلى دولة ليبيا وكذلك دائماً دراسة إلى تصدير الكهرباء إلى دولة إيطاليا ومن خلالها ولو جاء